لازم يبقى تبقى واضح كده انه القضية قضية وطن مش قضية شخصية حدش تكلم على اشخاص انت عايز تخلي موضوع شخص خليه انت حر لكن بالنسبة لنا احنا منتكلم على موضوع يتعلق بالبلد هو انت كنت شهدمتين انا لا انت شهدمت الناس فانا مدفع عنهم وانا ناخب من ضمن الناس اللي نزلوا انتخبوا وقسرتي وعيلتي في كل حتة نزلوا انتخبوا فاتهمت كمان كل الناس اللي نزلوا انتخبوا لانت ما حددتش فلان قلت بعض الناخبين ما البعض ده ممكن يبقى فلان او ناخبين فلان او هنا او هنا فانت كمان اتهاماتك موضحة موجهة للناس اليوم الاعلان الرسمي ليه عن انتخابات الرئاسية عشان كمان خلي الاعادي اللي هما بيزعلوا انك ممكن تحتفل لا ده المصريين النهاردة هيوروكوا هيبهروكوا النهاردة في الاحتفالات مصريين النهاردة في كل حتة هيبهروا الدنيا كلها اللي زعلين من ايام الانتخابات ان احنا كنا بنغني لا ده المصريين النهاردة هيعملوا عمل كمان في الميادين يحتفلوا برئيسهم يحتفلوا باللي عملوه بيرد الشعب المصري على الطابور الخامس وعلى جماعة الاخوان الارهابية وعلى اي حد غير وطني المصريين عملوا كده وبيعملوا كده انا بقول عملوا وبيعملوا اي حد غير وطن المصريين بيردوا عليه بيردوا عليه في الصناديق بيردوا عليه في الشارع بيردوا عليه في احتفالات مهي الاحتفالات دي المين ان احنا بنحتفل ببلدنا ان احنا قدرنا كشعب ننزل رغم هذه التهديدات ورغم الوعيد ورغم اكاذيب الاعلام واكاذيب الصحافة واكاذيب المواقع والمحاولات الشعب منزلش الشعب نزل وانا بقول لكم الشعب نزل والشعب قال كلمته الكلمة اللي هي لهؤلاء المدعين وهؤلاء اللي بيأكلوا على كل المواقع يأكلوا على كل المواقع وهؤلاء اللي بيدوروا على مصلحة ولا يبحث عن مصلحة وطن إلى أمثال كل هؤلاء اللي هم ليهم مصالح خاصة ما لهمش علاقة بمصالح الوطنية ومصالح الوطنية الموطنية ديت تتعلق بالشعب وتتعلق بالدولة وتتعلق مؤسسات الدولة الدولة هي الشعب ومؤسسات الدولة جي الدولة عندما أحد يتحدث عن الدولة هذا هو المعنى المقصود فإذا النهاردة شعب المصري مرة تانية نازل بيقول للعالم إحنا رايحين وإحنا موجودين إحنا هنحتفل هننتظر طبعا البيان الرسمي اللي هيصدر مؤتمر الصحفي العالمي اللي هيصدر اليوم يعلن اليوم ساعة 3 إن شاء الله يعقد في مقر الهيئة العامة للإستعلامات المصشار لاشين إبراهيم سيقرأ البيان أمام الرأي العام سيقرأ البيان أمام وسائل إعلام كافة